بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير مشاهدين وحياكم والله وين ما كنتوا تتابعونا في هذا المساء الجميل اللي جمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة ومع ضيفنا الكريم اللي بنورنا الليلة بالستوديو مساء وننطلق معاكم ومعاه عبر شاشة الرأي يمكن الجو والصيف وحر لكن مع ضيفنا يختلف الوضع اليوم مع ضيفنا الجو غيم وخامرك تعشق الغيم شاعر الرومانسية والحب والحياة استطاعني ترجم بساطة هذه الحياة وهذا الحب من خلال هذه الأحاسيس اللي ينسجها ويكتبها ويجملها كجمال إحساسة من خلال عدة دواوين الأمانة فيه ديوان له اسمه دروب البنفسج شوف الاسم دروب البنفسج وكتاب امرأة من مربية يعني خلى حريم الكويت وخلى حريم الخليج رح أقام امرأة في مربية سالفته مع ضيفنا رح نعرفها بأكيد و أيضا ديوان الجو غيم وخامرك تعشق الغيم احنا رح نستمتع إن شاء الله في هذا المساء مع ضيفنا الجميل نحاول أسئلتنا قليلة لكن أنا ما أوفي بوعد الأمانة خصوصا في هذا الموضوع لأسئلة أكدت أسئلة كثيرة الصراحة الموضوع نسمع قصايد مع ضيفنا الكريم اللي كتب قصص حقيقية عن الحب والحياة وترجمها من خلال أبياته الجميلة هو يتقن الأمانة هذه اللعبة العاطفية وتقلد العديد من المناصب إذا حبينا يعني نعرج على هذه المناصب بشكل سريع عفوا المناصب الشعرية في عدة مجالات يعني أبرزها مدير تحرير مجلة المختلف وأيضا عضو لجنة التحكيم في برنامج البيت على قناة دبي الأولى وشارك في العديد من الأمسيات الشعرية وأعد العديد من أيضا هذه المهرجانات سواء كانت محلية خليجية عربية رحب ضيفنا الكريم الشاعر والإعلامي نايف الرشيدي مساءك والخير بطلال الله يسعد مساءك و النور نورك يا أخوي طولنا بعمرك سعيد جدا بلقائك سعيد أكثر بمقدمتك و لطفك معنا نحن أسعد و إن شاء الله نتحاور بشفافية من خلال هذه الخبرة الطويلة و من خلال هذه المناصب العديدة و اليوم الشفافية مطلوبة لتصحيح مسار إن أراد أن يصحح أو نضع النقط على الحروف أو فعلا إذا هو صحيح نثني عليه يعني غضايا كثيرة متعلقة بالساحة الشعبية أنت اليوم وينك على الإعلام موجود كظيفة تكلم الناس تتناقش معك تتحاور تبدي بأرائك خليك أنت في لجنة تحكيم أنت في إعداد برامج الإعلامي يبقى تركيب كل مكان موجود الإعلام يعيش بداخلك وين ما رحت عندك الحس الصحفي عندك الحس الإعلامي حتى بممارسة حياتك اليومية و أنت تصور لازم تلتقط لقطة بروفشينل لما تتحدث في موضوع شعري أو موضوع إعلامي أو موضوع اجتماعي يحضر الصحفي ويحضر الإعلامي الإعلامي بداخلي وين ما رحت إذا تتحدث عن الحضور الإعلامي بمعناها المطلق فأنا موجود بمرنامج البيت الموسم الثالث وإن شاء الله الموسم الرابع على أبواب أو أيضا لأصدارات جديدة متواصل في عدة لقاءات تلفزيونية في مختلف دول الخليج نحن تكلم عن الكويت أنا أدري هذا كله المجال هذا المجالك وعشقك الأول والأخير واضحة بصمتك بهذا لكن أنت وين كليقاءات كإبداء رأيك طرح أفكار مثلا أنه ينبغي نعمل كذا ونعمل كذا وين آرائك وطرحك وين موجود أنا أقول لك الآن كثرت المنابر وكثرت المأماكن وكثرت المجالات ففي هذا الزخم الكبير من هالم المنابر والأضواء والعالم تفكر بمكان أنت ممكن يحتويك ولمشتاتك الفكري والإنساني والشعري الحضور المكثف أنا ما أحبه والغياب المكثف ما أحبه أحب أن الشاعر يكون يعرف لعبة المد والساحل يعرف متى يغيب ويعرف متى يحضر حضور الأمسيات للآن أنا ما حضرت أني أطرح نفسي كشاعر لأنني أنا صحفي في الأخير أفضل أني أكون إعلامي أكثر من أني أكون شاعر لأنني من زمان ما طرح الشعر بالفطرة أحساس بداخلي لكن غلب علي مؤخرا بإصدار الدواوين الشعرية بالضبط لا تخاف أن الإعلام يأخذك عن شاعريتك ويبعدك عن هذه الأبيات وعن بنات أفكارك لا أهم بنات أفكاري لأن أقول لك أي شيء الشعر عندي الآن أربع إصدارات ثلاث إصدارات إصدار جديد بعد إن شاء الله كدواوين كدواوين قصايد يكتب بشكل يومي أنت حضورك على المنبر كشاعر حضورك في الأمسيات كشاعر في الأصبحات كشاعر شو كان شاعر أمسية تضام لناي في الرشيدة قواعد اللعبة الشعرية تغيرت شو اللي تغير فيها مواقع التواصل الاجتماعي أنا أقول لك الآن قواعد التواصل الاجتماعي أغنتك عن أشياء كثيرة يعني بحيث أنك أنت صرت الشاعر والوزير وزير الإعلام ومدير التحرير واللي يكتب المانشيت والجمهور عندك تلفونك تسوي اللي تبيه تسوي أمسية لايف لكن لا يصح للصحيح دعنا أعلم دعنا أقول لك وجهة نظري إيه تفضل وبعدين أنت أقول وجهة نظرك بعدين عندك السناب بدان ما يروح للأمسية عنده موجود في الاستقرام موجود في تويتر موجود في كل مكان صار لايف الحياة صارت الحين آيفونية وين ما الحياة شعرية أنت شوف الشعراء يعني أغلب الأمسيات ترى قليل اللي يجيها الحين مو مثل قبل يا بطلان أنت مثلك عارف بأن لقاء الجمهور والستيج والمسرح والتفاعل المباشر مع الناس يختلف تماما أني أنا أكون قاعد في مزرعة أو قاعد في ديواني أو قاعد مع نفسي أو قاعد في سيارتي وقاعد أصور نفسي وأرسل هذه وسيلة وكلامك عم التمى خلاني وصل لك الفكرة كلامك عم التمى هذه وسيلة موجودة اليوم للخدمة إما بإيجابي أو بسلبي ترجع لك أنت كشخصك وانتقلت أنت المسؤول الأول والأخير في هذه القضية لكن لما أروح أنا إلى المسرح وإلى الجمهور يختلف التعاطي تماما تعليقك أنا تعليقي أني أنا ما طرحت نفسي كشاعر محترف حتى أروح أسوي أمسيات موسية سويت على مدى السنين اللي طافت أمسيات كثيرة في الكويت في البحرين في القطر في الإمارات في السعودية في مصر فكذا أمسية في مصر لكن مع مرور السنوات والنظد زين يبقى عندك الانتقائية في الأماكن اللي أنت ممكن تشارك فيها أيضا للتشبع تراكم السنين تراكم الخبرات الحياة يعني فيه صارت أولويات في الحياة أكثر منك تروح تسوي أمسيا أو تركض خلف منبر يعني فيه فيه أشياء كثيرة صارت على أولويات تجارب والنظد هذه بدل الحياة بداخلك فصار الشعر بالنسبة لي هواية أكتبها متى ما أكتبتها أنا قلنا للناس اليوم أنت عارف نحن في الصيف لكن مع قصيدة الجو غيم وخابرك تعشق الغيم معنا ما فيه غيم بس غيم وجودك وغيم وجود الرابع وجود حضرتك معنا بالتأكيد ونبلطف هذه الأجواب بهذه الغيوم هي بيتين هي يعني إذا قصيدة كاملة نقدر نسمعها هي بيتين الجو غيم وخابرك تعشق الغيم دائم تقول أن الجفاء الجو غيم وخابرك تعشق الغيم دائم تقول أن المطر لما تحباب غيرت بغيابك جميع المفاهيم صار المطر يبكي على لحظة غياب الله صح بالسار اللي منها صار عاد اسم ديواني الجو غيم إنها انتشرت بشكل كبير مع العالم جميل خصوصا بأيام المطر والغيم فاكتبت دائم جميل بحضورك وطلال شون حاب تختارنا من القصيدة الآن نسمعها معك و مع جمهورك الكريم و محبينك قبل كان الذاكرتي ورقية الحين صار الذاكرتي آيفونية هذه القصيدة تتكلم عن أو متعديتها اسمها فيمان الله يعني قديمة بعض الشيء جميل يقولوا قلنا فيمان الله للحب عجلين عز الكلام و فرقتنا الحقيقة رحنا كذا من غير تلويحة يدين في سكوتنا جرح و مواعيض ضيقة من ليلة البارح تسافر بي سنين للذكريات و للبيوت العتيقة لأول طريق أحلامنا قبل عامين لآخر رسالة حب كانت رقيقة كنا مثار عجاب كل المحبين في بلادنا و إلا البلاد الشقيقة كنا سوال في عطر ما بين قلبين فينا لقوا نجمل شعور و بريقة و شلون ضيعنا من الحب عمرين و نقتل جميع أحلامنا في دقيقة يليتها فرقة تجي بس يومين و له شتاة قلوبنا ما تطيقة رابع فرق يمر في ظرف شهرين أي زهور حساس و أي حقيقة نزعل و نرضى و أنت فارق و بعدين يا أخي و رب البيت ما هي طريقة صح لسانك صح لسانك أحسنت أحسنت أي زهور حساس و أي حديقة مو حقيقة بارك الله فيك و صح لسانك و جميل يعني دائما فيما تقدمه على ذكر الذاكرة الورقية و اليوم الذاكرة آيفونية هل ترى بأن اليوم فعلا القراءة الورقية و الكتابة الورقية خلاص الناس أهملتها و المهتمين كذلك ما أعطوه الاهتمام في السابق و أصبحوا يلجؤون إلى الاهتمام من خلال هذه الوساطة تواصل الجماعة و التركيز عليها أكبر طبعا أخوي بوتركي الحين رتم الحياة صار سريع إيقاع الحياة صار سريع بشكل يعني مخيف أنا بالنسبة لي أنا أحب الورق أشقي الورق أكتب حتى قصايد أكتبها على الورق رائحة الورق لها إحساس تثيرك لكن حتى قراءتي للروايات و الكتب ما أقرأها من الآيفون في مكتبات صحيح لا أنا أقرأها أخذها من المكتبة و أشتري كتاب و أقرأها لأن له رائحة رائحة الورق تولد فيني إحساس الورق أكيد الحين مو مثلها قبل طبعا قليل صارت رتم الحياة لما مثل ما قلت لك أنه صار سريع الناس صاروا أسرع ما عنده وقت أنه يفكر و يأخذ وقت عساس أنه عنده سريع يقرأ لها رواية نص يمكن ساعة يقرأها بنص ساعة بدقيقتين و يخلص يروح الحياة ثانية و يدخل من برنامج إلى برنامج إلى برنامج والله يعني شرباكة صارت الحياة شرباكة مقارنة في الغرب و أمريكا و غيره و هذا الدول متطورة شوفوا في قطرات سابقين يعني في التكنولوجيا لكن ما زالت أصدار الصحف عندهم لا قدسيتة و قراءة و بزيادة يعني نشاهدهم بالمطارات و القطارات و أماكن الانتظار كل واحد معه كتابة رفضة؟ 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 لكن يعني ما أدري يعني صار جفاء بين المتلقي و الورق صار يعني أكثر من أنه صار لها إقبال و شغف بالحياة الإلكترونية أكثر جميل اتهام للشاعر و الإعلامي نايف الرشيدي لازم أنك أنت عشان إذا هو موجود أو يدير هذه الأمسية أو يدير هذا البرنامج أو غيره يجب أنك أنت تكون معاه بعلاقة كبيرة حتى أنك أنت تستطيع دخول هذا العالم هذه الأمسية هذا البرنامج هذا الكلام صحيح و غير صحيح بعد الفاصل بطلال ليش هذا دائما هذا الاتهام يواجه يعني أغلب الشباب في مجالات مختلفة إذا تلاقي وهو من يستلم يعني قيادة هذا الأمر سواء كان أمر رياضي أمر اقتصادي أمر فني اليوم الأمر الشعري و الله شوفنا نايف الرشيدي وهو المسؤول الأول الأخير عن هذا القضية يقول كيف لازم تعرفه عشان تدخل معاها البرنامج لا ما ستدعى لهذا رفيجة و متهم أنت بهذا الاتهام تعليقك و ردك عليه أخي يقول لا تكون رأسا فالرأس و كثير الأذى أنت الحين لما تقول له الكلام هذا يعني هذا اتهام و إن كان اتهام أدري أنه اتهام يعني بريء منك حسب الأسئلة التي تجيك و التساؤلات ما في شك أن أي علاقة إعلامية أو صحفية أو شعرية يسبقها الكثير من الود و التفاهم و التماهي و التناغم في أي علاقة ثانية يعني بين شاعر و معد بين شاعر و مدير مطبوعة بين شاعر و منبر الخصوة حتى تخرج ألية و بشكل حلو أمام الناس علاقتي بالشعراء على كافة الأصعدة كلها جميلة و رائعة و قبل لا يكون بيننا علاقة الشعرية أو علامية بيننا ود فبتأكيد أني لما أحبك و تحبني و تودني و تعزني و بيننا صداقة و بيننا خوة فيه تناغم فيه بيننا كيميا يعني تقربنا البعض أقرف كارك و تقرف كاري و فيه التناغم هذا يشكل شي جميل أنا مع الشللية الإيجابية بعيدا عن الشللية أنا لو صديقي مثلا فاشل ما تجيبه مو ضروري يعني لنا أصدقاء كثيرين ما قدموا شي بس مو ضروري أنك تجيبه تقدمه في أمسيا أو في مهرجان أو تلمعه في مطبوعة لمجرد أنه صديقك يعني ما جاملت بحكم مسؤوليتك المجامل الشي لا بد منه يعني هل قدمت أحد دون المستوى لا 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 تقدمه تنشر له فيه فرق يا أخوي أبو تركي بين التقديم و بين النشر النشر تنشر مرة مرتين بحيث أنك تقدم نجم ما معناته أنك تسخر مكينة علامية لهذا الشاعر من أمسيات من مطبوعات من لقاءات تكون أنت مسؤول عنه لكن أنك تنشر للشخص تجامل تنشر لهذه في هذه النقطة وهذا التسخير الإعلامي لا يمكن أن نايف الرشيدي يجامل على حساب العمل الإعلامي و على حساب الجمهورية لا يمكن هذا تشغيل المكينة الإعلامية لشخص معين يعرف أن هذه قناعة تامة قناعة تامة لكنك تنشر له مرة مرتين هذه شر لا بد منه بكل مكان جميل يعني بس هذا التهم أم لا يوجد اتهمات ثانية بعد الناس تريد ترد عليهم و نتهملك فيها لا لا يفلص على نفسي لا لا أعتقد نحن نسألك مع الحواء لا 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 أعتقد والله نستمتع معك و ننتزل فرصة و نسمع منك قصيدة كيف تختار لنا هذا من القريب بعد كاتبها أنت لماذا على القريب نحن نتعرف على الجديد هذا عن الكويت على الكويت الله بيتي يقول من عرفت الشوق والشوق البحرك من عرفت الحب والحب الكويت يا حلو ليلك و يا مجمل سهرك ليه ما أحبك و أنا في حبك ربيت الله صح لسال صح لسال صح لسال هذا بيتي كنت تمشى على الخليج و كان ليلة صيفية معناها بعد و الله بليلة صيفية فكتبت هالبيتين في حب الكويت اللي مهما كتبنا ما رحنا فيها حقا صحيح ما توجهت إلى الكتاب الوطنية بشكل كامل يعني قصيدة وطنية قدمتها أكيد بس ناسيها و الله غصايد مو قصيدة غصايد لا أنا بنا نذكرها لكن كتابة القصيدة الوطنية طبعا بشكل كبير ما فكرت أن تقدمونها كشيلات اليوم على الساحة الشعبية و أنت ضد الشيلات ما أحب الشيلات أرى هذا التوظيف البوصل عن كشيلات أنا ما أحبها بس معناتها معناه أني ما ألغيها هذه ذائقة واذا ما تحب الشيلات الشيلة جميلة قاعدت بوصل قصيدة الشاعر صاحب الشيلة قاعد يقدم نفسه صاحب الشيلة أبو تركي هي في مجال هي أغنية بس إنها أغنية على استحياء طالما منها أغنية على استحياء أروح لعبد المجيد وراشد وعبد الكريم ونوال واسمعهم الشعر نبط اللي قاعد يكتب هذا هو بس إنها يعني هذه ذائقة يعني اللي يسمع أغنية لا يمكن هذه مساحة للجمال هذه مساحة جمال لا يمكن مساحة أخرى تلغي أخرى لا يمكن ومعنات أنهم هم جميلين أصحاب الشيلات واللي يحبون الشيلات بالعقل جميلين ومبدعين ورائعين بس آه هذه استهوى حواية إني أنا ما أحبها ما تحبها بس أنت بررت يعني هي فيها موسيقى خلاص روح اتجه إلى الغناء لا المبر التبرير أنها مثل أن الشيلة الآن فيها إيقاعات وفيها معازف وفيها موسيقى نعم أنت ضد الموسيقى يعني المعازف عبد أنا ماني ضد هالنهج هذا أنا ما أحبها طيب الشيلة من غير مصاحبة آلات موسيقية أنت معاها؟ كلها كلها ما أحبها لا تحب الشيلة لأنه ما أحد شالك لا لا شالوا لي وطلبهم مني بس ما يعني شالوا لي فيه أشياء كمناسبات اجتماعية ممكن أني أنا أسويها كمناسبة كمجاملة الشخص ما أو مناسبة عرس أو أخوانا أو أصدقاء هذا السائد لكن كذائقة وإني أقعد وأسمع شيلة أو شريط كامل سي دي كامل أسمع أغنية لا ما تحرص ما أحرص عليها وما تستهويني وما تحرص بين فترة وفترة تقدم نفسك على شيلة لا لا أنت تحبها؟ أنا ضيق أنا ضيق أنا مضيق أنا قاعد أسأل السيلة أنا أثقت أماما بذائقتك أنت تحب الشيلات أو الأغاني لو أخويرت بين هذه أجابك لما أكون ضيق أستضيفك أتشرف أتشرف طلبك لكن أنا ما أتكلم على حبك أنا اليوم أتكلم كناقد و كإعلامي و كمتابع طال عمو تركي أنا أتكلم لا 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 أتكلمني بهذه النقطة هذه اللي أتكلمني كإعلامي ولا ناقد ليش؟ هذه حياة شخصية أني أستمع مثلا لفلان من ناس ما أحبه وأحب هذا يعني معناك ما ألغي هذا و ما هو كرهن فيه و له استغباء بالأشخاص اللي يسمعونه بالعكس هم جميلين و رائعين و مبدعين لكن هذه مسألة ذا نحن بطلال لا نتكلم على أشخاص و أفراد بالتأكيد نكون لهم كل أحبه لا نتكلم عن جيل نتكلم عن جيل و شريحة كاملة أنا أقول أنا ما أحب الشلات شيء جديد اليوم طرأ على الساحة الشعبية و على فطرة يا أصدقاء أصدقائي عارف أصدقائي يكتبون شلات و فيهم من الناس اللي يشيلون نعم أصدقاء زملاء بس أنهم يعرفون هالجوهات اليوم هذه الحالة حالة الشلات اللي موجودة اليوم أصبحت تقدم على فتشبت المسرح و لها جمهور و لها متابعين و جمهور ساحق يعني حالة أصبحت مطلوبة يعني نجاح غير مسبوق و ساحق جمهورها و نجاح ما أحبه تركبها الموديل لا أحبه لا أحبه طيب نوقف الشلات بطلال و متحامل عليك و لكنه وجهة نظرة في النهاية و على مستوى الشخصي و لا يعشق هذا اللون و لا يحب هذا اللون و إنما يجامل في بعض المناسبات منذ ما ذكرت حضرت شو تختارنا قصيدة خلاص ريق عيانك هذا في شيء من الديوان الجديد بطلال راح نسبع إن شاء الله يقول من صوتك الغافي على لهفة الشوك لآخر تعابير ألولى في قصيدك محتاج لك قلب لحيام مخنوق تقول وين دوا و أقول بيدك الله صح لسان و فيه اللي يقول أنت قعد تأخذ لنا مقتطفات ولا أنت قصيدك هذه لا مقتطفات لا نحن نبي قصيدة طبعا نحن طماعين بطلال قصيدة كاملة لا أظن أنت لدي قصيدة كاملة لأني لا أحافظها و لم أحضرتها جميل يقول كان الزعل من بيننا يوم يومين و صار الزعل كان الزعل من بيننا يومين و صار الزعل فرقاء و غيبة طويلة بس السؤال اللي على بالي الحين و شلون يقضي عقف فرقاء الليلة يبدو أن اليوم تويتر و وسائل تواصل اجتماعي جايتكم يعني تكتفون بهذه الأبيات أكتفي ببيتين أكتفي ب160 حرف 140 حرف و انتهى الموضوع عندي و قفلت هذه الفكرة هذا السائد هل أنت تعتبرون أنكم أنت انجرفتم مع هذا الأمر ولا هو تحدي مع الأفكار و مع الشعراء لما أطرحنا بيتين لا لا فيها مقدمة و فيها وسط و فيها نهاية أنا أقول أنها انجرف فعلا انجرفنا و خربنا تويتر يعني تويتر خربكم نعم كشعراء يعني ليش لأن خلاص أكتب بيتين و نزلهم بيتين و نزلهم و في الاستقرام بعد بيتين يعني حدنا على خمسة عشرة ثانية في الاستقرام أول و الآن سناب عشر ثواني فمجبرين أن نكتب حسب هذا أحيانا لا والله نكسر الحصار النفسي والتقني والالكتروني و نكتب قصيدة كاملة ليش لأن دواعي للإحساس بداخلك يعني انفجرت فتكتب غصب على الظروف و الزمن و التكنولوجيا و تويتر و استقرام ليش خلاص إحساسك طغى أحيانا ما يطغي و أحيانا حتى البيتين تطري عليك بعصر السرعة يقع الناس ما عاد تسمع يعني ثلاثين أربعين بيت خمسين بيت خلاص يعني أحنا اللي يقول يعني يا هذا يا ذاك يا ثلاثين بيت يا بيتين خلوه هو وسط هو وسط لا فيه وسط لا طبعا شوف الشاعر مهما كان ما ينسلخ من إحساسه و جلده لا بد أنه يكتب بالشكل اللي هو يبيه لكن أحيانا أنت ملزم شريحة كبيرة عالم عالم يعني تويتر تويتر مجنون عالم مجنون سفنجي يمتصق غصبا عنك و أنت ما تدري دائلا فأنت اليوم لأين رايح مع هذا العالم اليوم تشوف نفسك لأين هالغصب فيه شاهف نفسك أنك أنت لا تصلي أنك أنت تنفك عن هذا العالم لا أنا أنا مسيطر عليه ولو هو مسيطر عليك لا أحاول أني أسوي عملية كبح لنفسي يعني بحيث أني ما أنجرف بشكل كبير مع تويتر ولا الاستجرام يعني فيه حدود ما أحاول أني أتجاوزها في التكثيف و بنفس الوقت الغياب الطويل مؤثر للشاعر لأن الجمهور نساي نساي يوم يومين سبوة شهر خلاص اللي بعده أنت في عصر السرعة ما تشوف تويتر اليوم عبارة عن أيضا وثيقة يوثق هذه القضايا لا تويتر هو أهم يعني أهم أهم مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة للشاعر وثيقة يعني وثيقة وثيقة و لا وهي قناتك الرسمية الحين لما أي جريدة أو يكتبون وبرر الشاعر في صفحته الرسمية أو الفنان الفلاني في صفحته الرسمية تويتر خلاص هذا حيات أنت تعلن بتويتر وتقول أنا رايح المكان الفلاني أنا بسوي لقاء أرائك أفكارك إحساسك توجهاتك أحيانا نعم مشاعرك تفاصيلك اليومية أرائك النقدية أرائك الشعرية كلها موجودة نحن بطلال كمحبين و كمتابعين يعني نتابع شخصية عامة سواء في هذا المجال المجال الشعري المجال الفني المجال كذا يعني فراغنا لهذا الشخص يختلف عن فراغ زملاء بنفس المجال و بنفس المهنة و بنفس الموهبة لأن لهم لقاءاتهم لهم ردياتهم لهم مواقفهم لما تجمعهم مع بعضهم و بعضهم لهم اتصالاتهم الخاصة فيختلف العلاقة ما بين هذا الشخص و ذاك الشخص و ما بينه و بين الجمهور بعد الفاصل راح أقول لك سؤالي بس خلك مستعد له فاصل مشاهديني ولا نعوده اليوم أنا راشد لما أفقد لي شخص في نفس المجال يختلف عن الجمهور لما يفقدونه عن الشاشة ولا عن الإذاعة و عن الصحافة أو غيرها نسأل الله سلام للجميع ومدهم إن شاء الله بالعمر والصحة والعافية و طاعة الرحمن لكن اليوم نايف الرشيدي فقدانا لزميلة و صديقة رحمة الله عليه الشاعر مساعد الرشيدي الله يرحمه مدى تأثير الأمر هذا عليك اليوم مساعد مساعد صديق و أخو و معلم و زميل من أنبل الناس اللي أنا عرفتهم و من أجملهم سبحان الله كان بيني و بينه تواصل حتى قبل موته بيومين تقريبا على الواتساب يقول أنا ما أقدر أكلم بالتليفون أتعب فأسأل عنه في التلواتساب سألو فيها مساعد عرفته من سنين طويلة الرجل النبيل الشهم نقي الروح حبيض القلب المشاغب المشاكس العنيد ما الذي كان يسعده و ما الذي كان يحزنه كان يسعده لفته جميلة تسامت صديق لقاء صديق كان يحزنه كان يحزنه الفقد فقد الصلاة أصدقاء فقد الأخل فقد الرناد كان رجل اجتماعي يعني من الدرجة الأولى جدا وبسيط لا يعشق الوحدة أو العزالية يكره الشجن أنت لو تلاحظ يقول أنا أكره الشجن في قصائدي مستحيل تلقى في قصائدة الشجن أو انكسار مستحيل يقول أنا مساعد يوزع لك طاقة إيجابية ينشر الطاقة الإيجابية عندك مع ربعة مع أصدقاء مع بيت حتى في قصائدة فقدان عظيم لا شك خسارة للشعر خسارة للربعة خسارة للعائلته خسارة لنا كأصدقاء وزملاء هل سيبقى اسم الشاعر مساعد الرشيدي لفترة من الزمن أم سيبقى طويلا؟ مساعد الرشيدي من الشعراء اللي راح يخلدهم الزمن في ذاكرته طويلا لأنه قدم لنا عشرات القصائد العظيمة والجميلة والأغنيات والأمسيات مساعد في ذاكرتنا من ذاكره حتى الجيل الجديد يحفظ المساعد ويقرر المساعد مساعد حتى يومات تفاعل غير مسبوق في الفضائيات العربية نعم رحمة الله عليك يمكن أن تأفي في أول ما مات الله يرحمه رحمة الله شفت ردود الفعلنا فعل الأحباب وناسة وربع وردود الفعل حتى أنا قدمت حفل تأبين وتكريمة في الرياض وحضروها ألاف من الزملاء والاستقاء والجمهور حتى ردود الفعل في القنوات الفضائية وبتويتر فقلت يا ليتها توصلها لو توصلها بس ردة فعل اللي أعرف كم هو عظيم عندنا طبعا لامارك أنت بي تجي اللي هي لامارك بنت مساعد الرشيدي صغيرة وفيصلك اللي هو فيصل مساعد الرشيدي يقول يا ليت ردت فعل الأحباب توصلك وتشوف وش سويت يا أخوك فينا من حزن لامارك على دمع فيصلك طحنا من أسباب الفراق وبكينا الله يرحم الله يرحم اللي هو الساحة الشعبية الكويتية دعنا نتكلم عنها الساحة الشعبية الكويتية هل تشوفها هي متطورة هي متراجعة هي محتاجة دعم من الدولة هل هي مدعومة لكن إحنا معارفين نتصرف فيها ونتصرف معاها ساحة الشعبية الكويتية أو الإعلامية الصحفية الإعلامية من أجمل وأقوى وأروع الساحات الإعلام منبعة من الكويت الإعلام الصحفي والشعبي والإعلامي والشعراء الكويت هي سواف شعراء الخليج اللي يمر من الكويت راح يطلع نجم وينجم بالعكس اللي أنا شوفها إن الساحة الشعبية مدعومة يعني الساحة الشعبية الشعرية الشعرية مدعومة بشكل زين ويكفي هذا الحضور المكثف في دول الخليج كلهم شعراء الكويت وإعلاميين الكويت حضورهم بالأمسيات برا يقولون مهضوم حقنا هنا في الكويت مهضوم حقنا لا يوجد أمسيات كشعراء أكثر أمسيات خصوصا الجيل الجديد الشباب الذين في بداية طريقهم لا يأخذوا بيتهم الشباب الجديد أنا ملومة لما يقول وحنا كنا في البداية نقول حنا مهضوم حقنا وحنا ما حد يساعدنا ليش؟ مع سنين عرفنا حنا مستعجلين الشاعر الشاب دائما في الطبعة عجول يا أبو ترك يستعجل يستعجل الشهرة يستعجل الأضواء يستعجل الثروة يستعجل كل شيء كل شيء يبيه على طول بسرعة اللي بعده اللي بعده اللي بعده وهذا مصحيح إذن عليهم بالتأني لابد على الشاعر الشاب خصوصا المبدع المبدع لأنه يتأنى لأنه في الأخير أنت رح توصل وبدأين ترى وصلونا شعراء مبدعين والله وصلونا بدون أمسيات بدون أمسيات وقاعدين والأبداع يختلف من شخص لشخص ذائقتك للشخص هذا تجده مبدع تختلف عن ذائقة راشد أني أنا أراه مبدع نعم نعم بس أنا فيه شبه جماعة على جميع الذوائق مختلفة على مجموعة من الشعراء في الكويت مبدعين إذا تجد الساحة الشعبية الشبابية الشعرية فيها من الشباب الكويت المبدع مبدعين وجيل خطير جدا لكنهم عجلين ولكنهم عجلين أنا أتكلم حنا حنا حتى قبل عجلين على الشهرة هذا حق مشروع أنا أتكلم أن شعراء الشباب الكويت أخرجت لنا منصات التواصل الاجتماعي جيل شعري مرعب خطير خطير جدا رح يأخذ فرصة بالتأكيد مع الوقت لكن عدم الاستعجال وأنا متأكد أن اللي قدمتها الكويت في السنوات الأخيرة من شعراء مبدعين كافين أنهم ينهضون بالساحة الشعرية جميل بطلنا نحن معنا مجموعة صور مجهزينها لأخوان الفنترول نحن نشوفها ونعلق عليها ونتعرف على ذكريات هذه الصور جاهزة لأخوان الفنترول هذه الصورة؟ هذه الصورة طال عمرك مع الأمير بدر بن عبد المحسن في مزرعة البابطين ناصر السبيعي ناصر السبيعي حمود الفغيلي إبراهيم الخالدي محمد مبارك ومجموعة بخاف من ينساهم من سنوات طويلة في مزرعة البابطين على مسوي غداء على شرف الأمير بدر بن عبد المحسن في زيارة الأولى الكويت تذكر أي سنة هذه بدونها هذه أتضرب التسعينات في أول التسعينات أول التسعينات كان شتوية ولا كانت كان بشتوية شلو كانت الذكريات يعني مثل هذه الجلسات كان هذا اللي قال أول لي مع الأمير بدر عبد المحسن بما بعد صار صديق لنا الأمير بدر عبد المحسن سوال فشعر حديثه شعر صمته شعر إماءاته شعر فلما تقعد ما قامه مثل بالأمير بدر المحسن تحس في إحساس غريب هالشاعرية وهذا الإحساس وهذا الجمال أمامه أبو في لما طلعنا للبر شفنا الجانب الآخر من الأمير بدر عبد المحسن عفويته وتلقائيته وبساطة هدوءة فكانت نقاشاته بينه وبين حمود البغيلي ومداخلات حمود البغيلي عليه الطرايفة نقاشات ناصر اسبيعي وسعد الحريص الله يذكره بالخير كان معنا وكان أعجب بسعد الحريص لما ألقى قصيدة وقال هذا الشاعر راح يحطط يكون لها مكانة كبيرة اليوم همية الشاعر بأنه يكون فعلا مرآة حقيقية عاكسة لمجتمع من خلال القضايا اللي يعني يكون هو جزء من هذه القضايا يأثر ويتأثر في النهاية في هذا المجتمع لكن اليوم الشاعر يختلف عن أي مواطن عادي الله حباب بهذه الملكة فبالتالي أتفاعل مع القضايا بشكل مختلف تماما هل مهم اليوم بأني أنا كشاعر أني أتفاعل مع كل قضية مجتمعية إقليمية سياسية اقتصادية أم فقط أكتفي بشاعريتي وخطي اللي أختارها أنا؟ لا تكتفي بشاعريتك اللي أنت تجيد أدواتها وتجيد لك طريقتك فيها وحرفنتك فيها الإبداعية ومتمكن من أدواتك فيها لا بأس أنك تدليد دلوك في أحاديث أخرى وفي أمور المجتمع في أمور الرياضية والسياسية والإجتماعية ولكن بحدود بحدود سبب واحد أنا مؤمن في التخصص ومن تشوفه يقدم هنا وهناك؟ لا يعني الشتات هذا يضيع الشاعر أنا مؤمن في التخصص رجال السياسة موجودين ورجال الاقتصاد موجودين ورجال الرياضة موجودين أوكي أنت ملم يكون مثقف طبعا لا بد أن تكون مثقف وملم بالأحداث المجتمعية والرياضية والإنسانية والسياسية ولكن لك حدودك اللي أنت تلعب فيها هذا ملعبك اللي أنت جيد يمكن يجيك شاء رجل من الاقتصاد ويلعب ملعبك يمكن يكون فاهم شوي لكن ما يقدر يجيد الملعب اللي أنت فيه أو خطط الملعب اللي أنت فيه أو قواعد الملعب اللي أنت فيه جميل اليوم الكثير يا ربي أن الرومانسية ألغت القصائد الأخرى وألغت المشاعر المختلفة نتكلم تحديدا الغزل اليوم الغزل هو أصبح المسيطر على الشاعر واللي شاعر دائما الجألة واللي يا ربي أن شهرة من خلال هذه القصائد الغزلية تحديدا وإن كان هو مبدع في مجالات مختلفة أو في قصائد وقضايا أخرى يطرح من خلال شاعريته لكن الغزل أهل ترى بأنه فعلا الغزل اليوم ألغى هذه القصائد المختلفة الأخرى وجعل جميع أغلب الشعراء يعني ما نبين معهم لكن أغلبهم أغلب الشعراء يلجأ إلى قصائد الغزل ويتغزل في الغزل إلى أن الغزل أصبح أنه يخجل من الغزل اللي يقدم بعد الفاصل أسمع منك الإجابة فاصل مشاهدين أو لا نعود إن شاء الله بطلال اليوم الشاعر يرى بأن الانتشار السريع هو من خلال يعني بعض الشعراء من خلال تقديم القصائد الغزلية وبكثافة بكثافة ليست تكثيف القصيدة الغزلية كثر ما هو أصبح يعني من صح التعبير الغزل القصيدة يخجل من الغزل النفس اللي قاعد يقدم من خلال البعض يرى بأنه شوه صورة المرأة من خلال قراءة التفاصيل للتفاصيل تقديم تفاصيل للتفاصيل الخاصة بالمرأة فهل ترى فعلا أنه أساءل المرأة وفعلا الناس أصبحت تتمادى بعض الشعراء في الغزل أم هذا هو الغزل الطبيعي ومن حق الشاعر لا أنا ضد الغزل اللي تجاوز الذوق العام أو حدود الأدب حتى حدود الدين أنا ضدها تماما في فرق بين الغزل والعاطفة الناس ما أخذين أن الغزل العاطفة هي غزل العاطفة نحن الشعبي بطبعنا عاطفي وحساس وحساسين وفينا مشاعر وكل إنسان في الدنيا عندها مشاعر وحساس لكن أنك تتغزل بحب وبرومانسية أجمل منك تتغزل توصف إباحي أنا ضده تماما حتى لو كان فيه إبداع يعني أي شيء يخدش الذوق العام يتجاوز حدود الأدب يتجاوز الدين والقيم والمبادئ أنا ضدها تماما جيميل أنت ضدها لكن ما يحدث بالساحة الشعبية الشعرية الغزلية لا غزلية لا ما أشوفت نادرا 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 ليش؟ يعني مهما كان في الشباب يستحون وفيهم حية وفيهم خير يعني شعراء مهما كان يعني لو شطحات بسيطة بس هذه السواد الأعظم بس يعني تعليقك على هذه الكثافة في القصائد الغزلية هل هو طبيعي هل هو صحي؟ طبعا صحي شيء صحي يعني طبعا صحي هذا عاطفة يعني الغزل مو ضرور أنه شوف فيه فرق بين الغزل والعاطفة المنتشر الأمامه الحين العاطفي الغزل أنه تغزل بعيونها وتغزل بهذا هذا يسمى لكن أنك تكتب عاطفة وبإحساس تكتب عن الفراغ عن الذكريات عن الحنين عن البعاد عن الاعتذار هذا الشعر العاطفي هو الساعد الحين هو اللي يقرأ يعني منفوس خلق الله وقلوبهم ومشاعرهم يرتبهم يكتب عنهم بالنيابة عنهم هذا المنتشر من المنتشر العاطفة والناس اللي تخلط ما بين العاطفة والغزل في إنسان في امرأة العاطفة هو اللي منتشر تماما وهذا المنتشر لأن هذا شكل طبيعي أنه هذا إحساسك جميل امرأة من مربية الجمهور يحبها يعني امرأة من مربية يعني الخليج ما هذا الكتاب هذا الكتاب اسمه امرأة من مربية فكرته أن هذه المرأة في مربية والشاعر أو الكاتب في الدول الخليج فاستوحيتها من قصص مجموعة يعني قصة شخص وضفت عليها بعضا من اللغة فأطرعت بهذا الشكل جميل وهي قصة حوالي مئة صفحة القصة امرأة من مربية قصة عاطفية والباقي ديوان شعري كامل وكتابات عاطفية ورمسية يعني القصة يتخللها أبيات شعرية وفقط رواية الكتاب اسمه امرأة من مربية حتوتة يعني مئة صفحة هذه القصة وباقي الكتاب لا ديوان وشعري وأبيات هذا شكل جديد يعني من تقديم الكتب ترى جاذب للجمهور تغريبا لا لا مجاذب أنا ستايلي بحذي الطريقة أنا حبيتها الشكل شون تختارنا من أبيات إذا موجود شيء معك تحب الصباحات والله كل شيء منك جميل يا بطلر يقول طال عمرك هذا الصباح اسمه صباح المحبة وهذا الشعور اسمه طريقة المسرات لصبحك بالشوق وجه انت حبه ودك يصير الصبح كله صباحات لا لا هذا الصباح اسمه صباح المحبة وهذا الشعور اسمه طريقة المسرات لصبحك بالشوق وجه انت حبه ودك يصير العمر كله صباحات صح لسانك اليوم تجد بأنه جميل بأنه شيء طبيعي بأن الشاعر يطعم القصيدة ما بين اللهجة العامية وبعض المفردات الخاصة باللغة العربية الفصحة تزاوج يعني في هذا المجال أم تجد بأنه غير صحيح أمنتك باللغة العربية أول يا هذه يا هذه لكن في أحيانا يجوز الشاعر ما لا يجوز لغيره يمكن الفكرة تحدى أنه يقولها لا بأس من أنه يزاوج بين اللغة العربية الفصحة واللهجة المحكية واللهجة العامية ولكن ليس بشكل عاد مفرد جميل كثير مشاعرات اليوم اللي يعمل هذا المزج ما بين اللغة العربية واللهجة المحلية ما ينجحون فيها لأن في الأخير أنت مالك إلا لغتك أو يعني لهجتك اللي أنت نجحت بها يعني نجد شيء بشيء يذكر الشاعر حامد زيت يعني مزجيني وضع نوعا يعني بس مو كله يعني حامد ممكن يقتبس مثل ويحطه لكن حامد تشوف قصايدة إحساس حامد وتلقائية حامد وجمال حامد جميل اليوم البرامج الشعرية هل تجدها مفيدة للشاعر لتقديم الشاعر على الساحة الشعبية أم تجدها بأنها بالعكس هي اليوم قاعد في النهاية متهمة أيضا هذه بعض البرامج بأنها كونها معتمدة على المادة وصل لك السؤال بطلال معتمدة على المادة معتمدة على المسج معروف مسبقا من هو الفائز بهذا البرنامج يعني فيها البعض يرى بأن هناك نوعا ما و أنا أسف اللفظ نوعا ما من التلاعب في النتائج تعليقك و ردك أنا أتكلم لك ما ندخل في النواية الأمانة يعني أنا أتكلم لك عن برنامج برنامج البيت هو برنامج يعني مو ربحي ما فيه تصويت تسابقون الشعراء أربع حكام موجودين كل واحد له ذائقة يكتبون لك شطر بيت تكمله تجاري هذا الشطر تجاري هذا الشطر تنزله طالما في الموقع يجينا أنا أختار وهذا يختار وهذا يختار حسب كل واحد حسب ذائقته وعد التوفيق من الله طيب أهمية أهمية البرامج سواء البرامج المسابقاتية أو البرامج العادية أو الأسبوعية أو الشهرية هذا بالعكس مفيدة جدا للشعر على الأقل تخرجه نشوف شكله نشوف طريقته نشوف إحساسه نشوف لغته نشوف توجهاته نشوف شخصيته الشعرية أحد الضيوف من الشعراء أيضا كان معنا في حلقة من حلقات برنامج مسائي وأتحدث بأن هذه البرامج هي غير مفيدة للشاعر واللي عنده شيء قدمه قدمه للجمهور والجمهور هو في النهاية اللي راح يبرزه لكن وجوده مثل هذه البرامج يعني لن تقدم شيء لهذا الشعر لأنه ما عنده شيء قدمه لذلك لجأ لهذه البرامج لا لا إذا ما عندك شيء تقدمه هذه كارثة يعني أقصد أنه يعني ما عنده الكارزم المطلوبة ما عنده الحضور المطلوب ما عنده الدعم المطلوب لذلك يلجأ لهذه البرامج حتى الناس تعرفه فيه شعراء ما عنده كارثمة بس نجح نجح ونجح باهر يعني المسألة من هي مسألة أنت عندك إبداع عندك مادة إبداعية تراهن عليها واطلع البرامج وبالعكس أنا أؤيد أن تستخطبون شعراء شباب في برامجكم وتقدمون لهم ليش هذا الشاعر الشاب يبحث عن منصة يبحث عن بصيص من الضوء المجال مبتوح في تلفزيون والطلاع في برامج مسائل وحياهم الله بأي وقت بالتأكيد متواجدين معنا هما أن الشاعر مهما كان بحاجة لإعلام بحاجة للمنصات هذه جميل يعني إذن مسألة وصل الاجتماعي ما تغني اليوم مهما وصل يعني شوف مهما وصل من نجومية بحاجة أنه بين فترة وفترة يجدد الشاعر علاقته وعهده مع الجمهور من خلال برنامج معي من خلال شاشة تلفزيون نعم إذن مسألة وصل الاجتماعي لا تغني عن التلفزيون مختلفة لا لا تماما ما تغني جميل سعد جدا باللقاء معك بطلال وبهذا الأحاديث الجميل والتعرف عن قرب مع هذا الشاعر والإعلامي الجميل نعم رشيدي وأيضا على هذه الآراء التي قدمتها في النهاية هي وجهة نظر تحتمل الصواب تحتمل الخطأ مختلفة عند الناس كيف تتلقى هذه الآراء أترك كلمة الختام لحضرتك شكرا لك شكرا لأخو يوسف شكرا لتلفزيون الراي ما قصرته احتضنته الشعر والشعراء هذا مغرب عليك كثر الله خيق بارك الله فيك فيه بيتين تختفيهم تختارهم نختفيهم هذا المساء الجميل معك الله يطولي بعمرك شنو تختار لنا يقول من كثر ما حس بالشيء أنتميلة بيني وبين أجمل أشياء توافق كل ضحكة دائما بعيني جميلة لكن أكره ضحكة الوجه المنافق صح لسانك الله يطولي بعمرك الشاعر والإعلامي نايف رشيدي شكرا جزيلا لك وموفق إن شاء الله الله يطوي بعمرك يا أبو تركي ما قصرت الله يحفظك شكرا الله يخلي منك كل الشكر لضيفنا الكريم الشاعر والإعلامي نايف رشيدي بطلال نورنا الليلة بهذه الأمسية الجميلة اللي جمعتنا معاه معاكم على الخير ومحبة دائما وابدا إن شاء الله وستمتعتوا معنا مع هذا الحوار اللطيف الجميل الإنساني الرومانسي الشاعري مع هذه الهامة الشعرية رب وفق إن شاء الله ونلتقي معاكم دائما على الخير ومحبة كنت معاكم راشد حسن تصبحون على أمن وأمان وصحب الأبدان إلى اللقاء